انت متخيل لحد هقبله يلعب قدامه من غير بقى انضباط من غير انا بقول لك افرد انا بقى لقدر الله وانت راجل محترم وروح تشتمك انت تجرؤ نفسيا تصدفني في برنامجك ده ولا بعد مئة سنة ده انت مش هتسلم علي ها وبعد ما هو اللي عمله انت متخيل ولادنا وجمهورنا مجلس دارتنا يبقى رايح نفسيا الوقت ده في الملعب اللي مطلع لسانه للفيفا شاهد اول تعليق من محمد ابو تريك على العزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك رسول بالفيديو امير مرتضى منصور ينفعله بسبب عزل والده من رئاسة نادي الزمالك ويو السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم الله بالخير عندنا سحب على ميت جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على عشرين فيديو سابقين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على ميت ايفون برو ماكس شاهد اول تعليق من محمد ابو تريك على العزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك رسميا بعد التصريحات التي اطلقها في الساعات الاولى من صباح اليوم والتي لم يحسن فيها مصير انسحبي مبطولة الصوبر المصري امام الاهليف من عدمه القت شبكة سكينيوز الشهيرة الضو على تصريحات مرتضى منصور التي اطلقها في الساعات الاولى من صباح اليوم والتي لم يحسن فيها مصير انسحبي مبطولة الصوبر المصري امام الاهليف من عدمه الشبكة الدولية عبر نسختها العربية نشرت تقرير لها بعنوان مرتضى منصور يشعل اجواء السوبر المصرية وحرصت على سرد كافة تصريحات مرتضى منصور بالفيديو امير مرتضى منصور ينفعله بسبب عزل والده من رئاسة ناد الزمالك ويصرح اثار الرئيس ناد الزمالك المصري المعزول مرتضى منصور الجدل مجددا قبل اسبوع من موقعة كأس السوبر المصري بين الاهل والزمالك وطلب منصور بمنع نجمي الاهل محمود عبد المنم كهروا ومحمد شناوي من المشاركة في كأس السوبر بسبب عقافهما من قبل التحاد المصري لكرة القدم ويلتقى الزمالك مع الاهل الجمعة المقبلة في استاد محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية وضبية في كأس السوبر المصرية وتحدث مرتضى منصور عبر قناة الزمالك التلفزيونية قائلا انا رجل قانون وهذه دولة قانون اقول مجلس ادارة الزمالك اختارني كرئيس بعثة اللقاء السوبر في الامارات والقانون يقول ان لجنة الانضباط قراراتها نافذة حتى لو هناك تظلم واعتذرت للادارة عن عدم سفر الامارات في ظل منع من دخول الاستاد لشهرين بالفيديو مرتضى منصور اردو على منعه من دخول النادي والسفر مع بعثة الفريق قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاعتذار عن عدم السفر الى الامارات لحضور مباراة السوبر المصرية من ارض الملعب وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس درج النادي واكد المستشار مرتضى منصور انه قرر عدم السفر احتراما لقرار لجنة الانضباط الذي صدر في وقت سابق بمنعه من حضور المباراة لمدة شهرين في اي مصابقة منظمة التحاد الكرة سواء الدور العام او كأس مصر او السوبر المصرية شاهد ماذا قال رضا عبدالعال بعد عزل مرتضى منصور رسميا من رئاسة الزمالك وجه صقر احمد حسن نجم الزمالك والاهل السابق نصيحة الى اخوان كارلوس اوسيويرو بالتراجع عن هذه الخطة امام ناد الاهل في لقاء السوبر المحلية وحضروا بشدة من الاعتماد على نفس خطة لقاء سيراميكا كولي باترا امام الاهل وشدد على ضرورة وجود ثنائي في خط الوسط تسيطر حالة من القلق الشديد داخل صفوف ناد الزمالك وذلك قبل خوض مواجهات الصوبر الصعبة والمرتقبة امام النادي الاهل يوم الخامس من مايو المقبل في بطولة الصوبر المحلية والتي من المقرر ان تقام في دولة الامارات وهناك حالة من الارتباك بشكل واضح بشأن تصريحات نجوم ناد الزمالك عن طريقة لعب اخوان كارلوس اوسيويرو مع الفريق حيث اعتمد امام سرميكا كولي باترا على خطة 4141 حازم يستفسر هل ستنجح طريقة لعب في جميع المواجهات في الوقت الذي اتخوف خلاله حازم امام قاد ناد الزمالك السابق من طريقة لعب اخوان كارلوس اوسيويرو مع الزمالك قبل مواجهة الاهل حيث قال في تصريحات ايثاعية عبر اونس بورت اف ام المؤشرة في بداية تجربة المدير الفان الكلومبي مع الزمالك تعتبر جيدة ولكن هل سوف تنجح هذه الخطة طارق السيد اصح اوسيويرو بوضع ناصر لديها انياب دفاعية في تشكيل اللقاء الاهلي بالفيديو حقيقت طرد مرتضى منصور من امام بوابات ناد الزمالك تلوح في الافق ازمة جديدة في الوسط الرياضي المصرية بطلها ناد الزمالك الذي على وشك الانسحاب من مباراة السبر المصرية التي من المنتظر ان يواجه فيها غريمه تقليد الاهلي بالامارات ويسترد الفجر الرياضي ابرز تهديدات الزمالك السابقة بالانسحاب من البطلات المصرية وسبق لرئيس مجلس ادرات الزمالك مرتضى منصور انهدد بالانسحاب من الدور مرة عدة في المواسم الماضية لكنه لم ينفذ التهديدات وعاد للمشاركة في الدور موسم 2014-2015 وفي موسم 2014-2015 اعلن ناد الزمالك انسحابه من الدور اعتراضا على لقطات تحكمية والتي كبتت الفريق الهزيمة مطلع الجيش بثلاثة هدف مقابل هدفين لكن الفريق تراجع عن الامر ليعود ويشارك بالدور شاهد لحظة طرد المستشار مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وامير يارود في اول تعليق من مرتضى منصور رئيس النادي وفي تصريحات صحفية له منذ قليل على انباء الانسحاب من بطولة السوبر المصرية حيث هناك انباء متداولة عن ان الزمالك سيصدر قرار بالانسحاب من بطولة السوبر يوم الخامس من مايو بسبب الظلم الذي يتعرض له بالزمالك في عدة منافات وكان اخرها قرار ايقاف عقوبة كهرباء وعلق مرتضى منصور رئيس النادي على هذا الامر مؤكدا انه لن يتم الحديث عن هذا الامر وان اي حديث سيكون بعد انهاء كاس مصر للكرة الطائرة ممنهلي في هذه المباريات التي ستقام بنظام حيث سيخوض الفريقان ثلاثة مباريات ومن يفوز في مباريتين يعتبر هو الفائز وفي حالة فوز كل فريق في مباراة سيتم لجوء المباراة الثالثة الفواصل لحسم الفائز مرتضى منصور اكد تعجبه من تلك الانباء واكد انها شائعات لا اسس لها من الصحة حيث استعد فريق كرة الطائرة لمواجهة الاهلي في الدور النهائي من مصابقة كأس مصر في ظل انه بطل الدور الحالي وكشف مرتضى منصور حقيقة طرده من داخل الانباء الزمالك في متعاقبة باوامر من الشرطة واخراج الاعضاء من النادي وقال مرتضى منصور في فيديو نشاره عبر صفحات رسمية على موقع يوتيوب المفترض ان يغلق نادي الزمالك في تمام الساعة العاشرة في الايام الطبيعية بينما يغلق الساعة الحدي عشر في مناسبات لذلك لم يستطع احد ان يتحمل مسؤولية فتح النادي بعد الموعد القانونية واضف مرتضى منصور في فيديو انتشر على قناة الشخصية على يوتيوب انا لم اكن ساذهب الى نادي الزمالك اليوم لكن اذهبت لنادي عشان قرأتي وست ان مرتضى منصور ممنوع من دخول نادي الزمالك وان قوات الامن محاصرة نادي الزمالك طبعا نفسي اشوف عسكر واحد بس في نادي الزمالك بالفيديو امير مرتضى منصور يصرح بعد عزل والده من رئاسة نادي الزمالك ويرد شهدت الساعات الماضية سحب إدارة نادي الزمالك الاستمارات التي كانت قد تم وضعها أمام بوابات النادي من أجل توقيع العضو الذي يرغب في ذلك عليها في طريق حملة دعم المستشار مرتضى منصور ضد قرار عزله وكانت إدارة النادي وضعت الاستمارات على بوابات النادي من أجل توقيع يعض عليها أثناء دخوله لنادي إذا كان يرغب في الأمر وفي حالة عدم التوقيع فله مطلق حرية وعلم القهر 24 من مصادرها أن إدارة نادي الزمالك ستعيد توزيع الاستمارات من جديد على البوابات مرة أخرى وعلى الأعضاء داخل النادي من أجل توقيع لمن يرغب وذلك بعد تعديل بعض الأمور في الاستمارة الخاصة التي كانت قد تم وضعها ولان عزاء المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سوال وتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هذا سيتم معزل مرتضى منصور رسميا من رئاسة نادي الزمالك ولا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي